والذي لا يعرف الإمام والأئمة أو لا يعرف مقاماتهم هذا مشكلته ليست في الإمامة أو في النبوة هذا مشكلته في التوحيد يعني في بعض الأحيان نجد كثيرا من الناس من المسلمين أو حتى من الشيعة حينما يصلون إلى الرسول صلى الله عليه وآله تشوف هناك نوع من الضبابية أو نوع من الإنكار لمقاماته صلى الله عليه وآله وبعد ذلك يسوقون بعض الأدلة سواء من القرآن أو من الحديث الشريف أو من العقل في حين أنه لو كان بالأساس يعرفون الله سبحانه وتعالى ما كان يصل الأمر إليهم إلى إنكار النبي أو مقامات النبوة والذين قصروا في أمير المؤمنين أو غلوا فيه السبب هو ذاك يعني مثلا واحد يجي ينكر عسمة الرسول صلى الله عليه وآله أو ينكر عسمة الرسول صلى الله عليه وآله في غير تبليغ الأحكام أو يتصور أن الرسول صلى الله عليه وآله مثلا في الأمور العادية التي لا ترتبط بتبليغ الشرع هو كسائر الناس ويستدل مثلا بهذه الآية قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي هذا السبب أنه لم يعرف الله سبحانه وتعالى لم يعرف الله سبحانه وتعالى وأخطأ في فهم هذه الآية ليش؟ لأن الآية لا تقول إن الرسول صلى الله عليه وآله مثلكم في مقاماته الرسول نبي إحنا مو أنبياء مثلية الرسول لنا ليست بمعنى أنه ليس بنبي لأننا لسنا بأنبياء أو الرسول ليس بمعصوم لأننا لسنا بمعصومين أو أنه يخطئ كما نحن نخطئ هذه الآية معناها أن الرسول صلى الله عليه وآله من الجنس البشري تركيبته الجسدية كتركيبتكم زين هذا اللي ينكر مقامات الرسول لأنه ما يعرف الله الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء الله سبحانه وتعالى حكيم الله سبحانه وتعالى عالم الله سبحانه وتعالى لطيف الله سبحانه وتعالى رحيم زين هو الذي استفى الرسل واصطفى الرسول صلى الله عليه وآله زين الله وهو قادر عالم حكيم لطيف هل يصطفي اصطفاء يعني اختيار أخذ صف والشيء هل يصطفي رجل فيه خلل ولو من جهة من الجهاد يعني هل عاجز مو حكيم مو قادر مو عالم إذا أنت اعتقدت بأن الله قادر حكيم عالم رحيم وهو يريد أن يصطفي فالمفروض أن من يصطفيه لا يكون فيه خلل ولا نقص إذا ينسى إذا يسه إذا تنتابه الحالات غير السليمة الحالات النفسية وهذا مو اصطفاء هذا احنا يمكن نصطفي شخص أو نصطفي شيئا بعدين تبين به خلل لماذا كان فيه خلل لأن احنا كنا نجهل ما كنا ندري أو نعلم لكن لسنا نقدر أفضل مما صنعنا يعني أنت إذا تريد تبعث شخص وتتمكن من إرسال شخص يبلغ عنك الرسالة كاملة يكون نزيه يكون هذا الإنسان مثلا كامل إذا أنت لأت ترسل هذا الشخص الذي تقدر عليه وتعلم به ترسل غيره يقولون لك لماذا فعلت ذلك أنت كنت تتمكن من بعث الأفضل فلماذا بعثت غير الأفضل فإذا مرة أكو حكمة ما يخالف لكن إذا ماكو حكمة في ذلك فلا وجه له إطلاقا فاللي يجي حول الرسول صلى الله عليه وآله هذا مشكلة في التوحيد ما يعرف الله ما يعرف صفات الله سبحانه وتعالى والذي يأتي إلى الآئمة عليهم والصلاة والسلام من الغلو يعني يغلو فيهم هذا لأنه ما يعرف الله سبحانه وتعالى أنه ليس له شريك أو اللي يجي نقصهم عن مرتبتهم هذا من يعرف الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ثم أورثنا الكتاب يعني علم الكتاب بعد الرسول لمن ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا الناس اصطفاهم الله زيان هذا اللي الله يصطفيه يمكن يكون عاصي يمكن يكون ناقص كلا فإذا واحد يجي بالنسبة للأم عليهم الصلاة والسلام ينكر مقاماتهم الثابتة زيان بتوهم أنها تتعارض مع القرآن هو هذا التوهم يتعارض مع القرآن